اهلا بكم الى موجز اليهم الانبى تجددت الشبكات بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة المدعومة من الامارات في مدينة عطاق عاصمة محافظة شبوة بعد ساعة من توقفها وقالت مصادر محلية ان المواجهات عادت بعد قصف الوية العمالقة المدعومة من ابو طبي المتمركزة في مستشفى الهيئة قامت بقصف معسكر النجدة واشرت الان المواجهات التي اوقعت مصابين في صفوف المدنيين تزامنت مع دفع قوات العمالقة عزيزات عسكرية جديدة من مدينة بيحان الى مدينة عطاق رغم توجيهات رئاسية بوقف عمليات التحشيد الى ذلك قتل اربعة مدنيين واصب ستة اخرون منذ اندلاع الشبكات امس بين قوات الجيش والامن وفصائل مسلحة مدهمة من الامارات وساط مدينة عطاق بمحافظة شبوة واضحت مصادر محلية لقناة بلقيس ان الضحايا سقطوا خلال المواجهات التي تجري قرب ووسط احياء المدينة واشرت المصادر الى ان هناك قتلى في صفوف الطرفين خلال الشبكة امس بينهم قائد كتيبة الطوارئ في محور عطاق الرائد احمد لشقم العلقي فيما اصيب احد مرافقيه وقتل جندي في قوات العمالقة واصيب اخرون سياسيا طالبت الحكومة المجتمع الدولية والامم المتحدة بتحديد الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفها الدولة ودعا وزير الاعلام معمر الارياني الى ممارسة ضغوط دولية واممية حقيقية على ميليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق السكوم وبنود الهدنة وتهم الارياني ميليشيا الحوثي بنهب 150 مليار ريال من ايرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الاممية واكدا انها تكفي لدفع مرتبات موظفها الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 16 كثفت ميليشيا الحوثي من محاولة التسلل الى مواقع الجيش جنوب مأرب بعد ايام من تمنيد الهدنة شهرين اضافيين وقالت مصادر عسكرية لقناة بلقيس ان ميليشيا الحوثي شنت خلال الساعة الماضية محاولة تسلل الى تحصينات القوات الحكومية في جبهة مأرب واضحت ان الميليشيا تواصل قصف المدفعية على مواقع الجيش جمال وغرب وجنوب المحافظة بتزامن مع الدفع بتعزيزات عسكرية وآليات قتالية متنوعة الى جبهة القتال تسببت سيول الانطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء خلال الساعة الماضية في انهيار وتضرر عشرات المنازل وفادت مصادر محلية بان السيول تسببت في تهدم منزل بصنعاء القديمة وتضرر ثلاثين منزلا في منطقة شملان بعد انغمرة سيول معضحة انه جرى انقاذ الاسر المحاصرة وذكرت المصادر ان السيول ادت الى تهدم السوري العربي لجامعة صنعاء الجديدة الغربي عفوا لجامعة صنعاء الجديدة وغمر الانفاق ومعظم شوارع المدينة في نهاية المجزل اللقاء اشتركوا في القناة